السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم ديز وقصة جديدة طبعاً كالعادة اللي مو مشترك في القناة يشترك وفعل جرس التنبيهات ويديني لايك ويديني تحت كومنت بسيط يفرحني ويشجعني أكمل اليوم بنتكلم عن باقي أحداث قصة سليمان عليه السلام في الحلقة اللي راح تكلمنا عن سليمان عليه السلام وعن الهدهد وكيف انه كان يتفقد الجيش وكيف ان الله حشر لسليمان الجن والطير والإنس والوحوش والزواحف وكل المخلوقات على وجه الأرض كيف حشرها لسليمان عليه السلام وسخر له كل هذه المخلوقات اليوم بنتكلم عن أحداث جديدة في قصة سليمان عليه السلام وبنكمل كمان قصة بلقيس بسم الله نبدأ القصة فسليمان عليه السلام وقتها قال لجنوده من الجن والإنس اللي يخدموه نكروا لها عرشها يعني بدلوا العرش اللي فوق خلوه تحت واللي تحت فوق واليمين يسار واليسار يمين بدلوا العرش تماما يبقى اختبرها سليمان عليه السلام هل تعرف العرش ولا ما تعرفه لما وصلت بلقيس وأذعنت لسليمان عليه السلام سألها سليمان عليه السلام هل هذا عرشك؟ بلقيس كانت ذكية وعاقلة ما قالت إيوه ولا قالت لا قالت كأنه هو يعني كأنه عرشي ما ثبتت ولا نفت وهذا العقل هو حكمتها طيب إش اللي منع بلقيس إنها تعبد الله عز وجل لأن بلقيس كانت من قوم كافرين هذا هو السبب اللي خلى بلقيس تعرض عن عبادة الله عز وجل قومها وعبادة قومها للشمس هي اللي صدتها عن عبادة الله عز وجل قالها سليمان بعدما هي شافت عرشها وعرفت قصرها قالها ادخلي إلى قصري دخلت بلقيس قصر سليمان عليه السلام أي قصر هذا وأي صرح هذا بناء عظيم جدا لما دخلت بلقيس داخل القصر شافت نهر يجري في القصر نهر يجري داخل القصر أي عظمة هذه وأي خلق خلق الله عز وجل وسخروا لسليمان عليه السلام فبنى هذا القصر العظيم دخلت بلقيس هذا القصر وكانت تلبس ثياب طويلة فشافت النهر يجري رأته لجة فرفعت ثوبها وكشفت عن ساقيها عشان تدخل داخل هذا النهر فقال لها سليمان هو يبتسم يا بلقيس لا ترفع ثوبك وتكشف عن ساقيك ما يحتاج لأن هذا النهر اللي انت شايفه مغطى مغطى بايش مغطى بقوارير بالزجاج مغطى بقزاز ما تشوفيه فعادي امشي عليها بلقيس ما حتتبللي من شدة اتقان الصنع في تغطية النهر بالقزاز ما انتبهت انه اصلا فيه قزاز تحسب النهر يجري قال لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد يعني مغطى انه صرح ممرد من قوارير بلقيس اللي كانت تظن انه عرشها اعظم عرش وقصرها اعظم قصر لما شافت سليمان وقصر سليمان عليه السلام عرفت ايش معنى قصر فراحت وجلست مع سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام بدأ يعلمها دين الله عز وجل بدأ يعلمها معنى التوحيد وان عبادة غير الله لا تجوز نبي يعلم بلقيس دين الله عز وجل فعرفت بلقيس انه ظلمت نفسها قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب عالمين امنت بلقيس بالله عز وجل وامن كل قومها بالله عز وجل في يوم من الايام سليمان عليه السلام كان يستعرض قدام الخيل الصافينات الجياد السريع اللي كان يقاتل فيها في سبيل الله ووقت الاستعراض كان وقت العصر فطال الوقت ومحس فيه سليمان عليه السلام الإيم ما غابة الشمس وتوارت بالحجاب ونسي سليمان عليه السلام أن يصلي لله عز وجل إذ عرض عليه بالعشي الصافينات الجياد يعني في العصر فندم فاستغفر ربه قال ربي إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي يعني يا رب أنا أحببت الخيل واستعراضها عن ذكر ربي عز وجل حتى توارت بالحجاب يعني غابة الشمس وراح وقت الصلاة فنادى سليمان عليه السلام وقال لجنوده ردوا علي الخيل كلهم كل الخيول جيبوها في رواية إنه قربها لله عز وجل وذبحها لله عز وجل وفرق لحومها على الفقراء والمساكين ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ذبحها كلها لمين لله عز وجل ذبح الخيول كلها سليمان عليه السلام يفعل هذا المين يسوي هذا الفعل لمين وليش عشان فاتته صلاة وحده أي شيء يلهيني عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة لا يبقى معي لكنها الخيول اللي تسافر عليها يا سليمان الخيول اللي تقاتل فيها يا سليمان فذبح كل الخيول طبعا اختلف العلماء في الروايتين هذه الرواية الأولى الرواية الثانية فطفق مسحا بالسوق والأعناق بمعنى أنه مسح على الخيول والله أعلم مش الرواية الصحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه السلام سأل الله ثلاثا فعطاه الله اثنتين ومنعه واحدا يعني الله سجبله دعوتين ومنعه من الثالثة وهذه الأدعي اللي دعاها سليمان عليه السلام متى بعد ما جدد بناء بيت المقدس بني في عهد سليمان عليه السلام بناء عظيم لما أعطاه الله من الملك والقوة وسخر له الجن والشياطين والإنس والوحش والطير والريح فبنى بيت المقدس لما خل صيبني بيت المقدس رفع سليمان عليه السلام يده للسماء ودعا ربه بثلاث فأعطاه الله اثنتين ومنع الثالثة الأولى إيش الدعوة الأولى قال اللهم إني أسألك حكما يوافق حكمك فأعطاه الله عز وجل الثانية قال اللهم إني أسألك ملكا لا ينبغي لأحد من بعدين يعني ما في أحد على وجه الأرض يملك ملك زي ملك سليمان عليه السلام فأعطاه الله عز وجل أما الثالثة فإنه ما خرج أحد من بيته يريد الصلاة في بيت المقدس لم يخرجه إلا الصلاة فيرجع من ذنوبه كيوم أولدته أمه يعني نقي من الذنوب والخطايا مغفورة جميع الذنوب والخطايا فمنعه الله هذه الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو أن تكون لنا يعني هذه الدعوة أرجو أن تكون لنا فهم الله سليمان عليه السلام وأعطاه الحكمة في يوم من الأيام جت امرأتان تحتكمان إلى سليمان عليه السلام امرأة كبيرة وامرأة صغيرة كل واحدة منهم عندها ولد رضيع فخرجتها إلى الصحراء يعني هذول المرأتان خرجوا للصحراء وهم في تلك الصحراء جاء ذئب فأخذ واحد من الأطفال وافترسوا فما الطفل وبقي طفل فتنازعوا المرأتان والضاربوا من ياخد هذا الطفل اللي بقي فقالت الكبيرة هذا ابني وقالت الصغيرة هذا ابني فتنازعوا في هذا الطفل فراحوا لمن؟ راحوا لسليمان عليه السلام فجاءت الكبيرة لسليمان عليه السلام وقالت له يا نبي الله إنه ابني والصغيرة قالت يا نبي الله إنه ابني فتنازعوا كمان عند سليمان عليه السلام فقال سليمان عليه السلام جيبوا لي سكين فجابوا له أصحابه سكين ماذا تريد أن تفعل يا سليمان؟ قال جيبوا لي هذا الطفل الرضيع فجابوا الطفل الرضيع لسليمان عليه السلام فقال سليمان عليه السلام بشق هذا الطفل نصين نص تاخذ الكبيرة ونص تاخذ الصغيرة فسكتت المرأة الكبيرة خافت وسكتت أما الصغيرة إيش قالت؟ قالت يا نبي الله أعطيها الطفل إنه لها خافت على الطفل إنه ينشقن الصين فعرف سليمان عليه السلام إن الطفل للمرأة الصغيرة فأعطاها الطفل ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلمه فهم الله سليمان وأعطاها الحكم والعلم طبعا نتذكر أن سليمان عليه السلام لما أشغلت الخيل عن صلاته قبل غروب الشمس في وقت العشي ذبح كل الخيول لله عز وجل وتصدق بلحمة للفقراء والمساكين نحر الخيل لمين لله عز وجل تبرع بها فعوضه الله بخير منها عوضوا الرب عز وجل بأن سخر له الريح يا الله الريح سخرت لمن؟ لسليمان عليه السلام كان سليمان عليه السلام يحط زي الخشبة الكبيرة ويجلس فوقها أو يوقف فوقها فتشيلوا الرياح للمكان اللي يبغى كان يكون في الفجر في دمشق وفي الظهر يكون في بلد بين وبين دمشق مسيرة شهر لا إله إلا الله والعصر يكون بين وبين هذه البلد مسيرة شهر ولسليمان الريح تحمل الريح في السماء توديهم حل ما يبغى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر الله عز وجل سخر لسليمان الريح توديهم حل ما يبغى وسخر له الجن والشياطين فهذه مسخر المين مسخر لسليمان عليه السلام فالشياطين منها البناء اللي يبنوا لسليمان جميع المباني ومنهم الغواص اللي يغوص في أعماق البحر ويخرج لسليمان عليه السلام الجواهر والقالة كلها المين لسليمان عليه السلام والشياطين كل بناء وغواص سخر الله لسليمان عليه السلام الجن والإنس والطير والوحش كل ما على الأرض مسخر لسليمان عليه السلام أي نبي هذا أعطاه الله ملك لم يعطه لأحد من قبله أو من بعده إنه سليمان أحب الله أنبياءه فأعطاهم اللي يبغوه حتى الجن والشياطين كانت تسوي أمور للأنبياء ما كان يتخيلها الإنسان صنعوا له المحارب في المساجد وفي البيوت بنوا له البنيان مو بس المحارب حتى التماثيل وكانت جائزة في شرع سليمان عليه السلام حتى التماثيل كانت تصنعها الجن لسليمان عليه السلام الجفان زي الأحواض الكبيرة كانت تصنعها الجن لسليمان عليه السلام القدور الراسيات القدور اللي ترسى في الأرض قدور عظيمة ما تنشال بل ترسى في الأرض يعني تبني في الأرض كان يوضع فيها الطعام ويصنع فيها الطعام يوزع الفقراء والمساكين شوفوا قد إيش القدور العظيمة يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب زي الأحواب وقدور راسيات كل هذا المين لنبي الله سليمان عليه السلام أما الشياطين اللي كانت تعصي أمره كان يحبسهم والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد يعني كل من عصى أمر سليمان عليه السلام من الجن والشياطين كان يربط بالأصفاد والسلاسل الشياطين كانت تخاف من سليمان عليه السلام حارب الكفار حارب المشركين حارب السحرة كان يستولع لأعمال السحر الشعوذة اللي سووها ويدفنها تحت كرسيه عليه السلام وجاءت اللحظات الأخيرة لحظات وفاة هذا النبي الذي ملك ملكا عظيما اللي بنى بيت المقدس بناء عظيم جت الساعات الأخيرة لحظات وفاة هذا النبي حس إنه بيموت لكن كان عارف إنه إذا مات الشياطين بتفسد في الأرض مرة ثانية بتنفك من حبسها وكانت الشياطين إذا دخل سليمان عليه السلام إلى بيت المقدس تخاف إنها تدخل وراء لأنه إذا دخل شيطان وسليمان عليه السلام يصلي في بيت المقدس يعني حرق مباشرة فكانوا يخافوا منه يخافوا إنهم يدخلوا بيت المقدس فإيش كانوا يسووا؟ كانوا يطالوا عليه من نوافذ بيت المقدس وكانوا يطيروا يمين ويسار طالوا على سليمان عليه السلام هو يصلي لما حس سليمان عليه السلام بموته أخذ عصاته كان عنده عصة تسمى المنسأة بلغة أهل اليمن أخذ عصاته فاتكأ عليها وقام يصلي لله عز وجل في بيت المقدس فلما جاء وقت وفاته كان وقتها واقف يصلي لله عز وجل قبض الله روحه هو يصلي فاتكع على عصاه ما طه على الأرض فظن الجن وظنة الشياطين أن سليمان عليه السلام لسه واقف يصلي لأنه كان أحيانا يقعد في بيت المقدس شهور يعتكف لله عز وجل فظل يصلي ولم تمس الأرض ولا داب من دواب الأرض جسد سليمان عليه السلام ليش؟ لأنه نبي والأنبياء لا تمس أجسادهم بل يحفظها الله عز وجل بعد موتهم فاتكع على العصى وكانت الشياطين والجن مرتعبين خايفين يظنوا أن سليمان عليه السلام ما زال يصلي شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة يقال أنه جلس سنة كاملة على هذه الحال متكع على العصى وماحد يعرف أنه مات لكن إش اللي صار جده بث الأرض وكان بيت المقدس من تراب فجده بث الأرض بدأت تأكل العصى وتنخر في العصى من تحت إليه ما طاحت العصى فسقط سليمان عليه السلام فانتشر الخبر عند الناس أن نبي الله سليمان عليه السلام مات أطلقت الشياطين فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته تأكل عصاته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب وقتها علمت الإنس وفهمة الجن أن الغيب ما يعلم إلا الله عز وجل لو كان يعلموا الغيب كانوا عرفوا بموت سليمان عليه السلام فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فأطلقت الشياطين وعاثوا في الأرض الفساد وحفروا تحت كرسيه وأخرجوا كل السحر وقالوا للناس هذا ورث سليمان هذا علم سليمان فنسبوا لسليمان عليه السلام السحر واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وبكذا انتهنا من قصتنا لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات وأهم شيء اللايك لأن اللايك يحمسني أكمل تيجان دز حبايب قلبي الله يديكم العافية أشكركم شكرا 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 على الدعم المستمر أدهشتوني أنا مندهش والله أحبكم لب قلوبكم يا شاخ لكل واحد فيكم اللي ما تابعني في الانستغرام يتابعني تعالوا لي في الانستغرام في سنابل اللي عنده سؤال عنده استفسار عنده أي معلومة عنده شيء بيقول لي يا بفض فضلي عادي أنا موجود أنا منكم ولكم الله كلام كبير تعالي انتويا فماني الله اشتركوا في القناة